ترأس رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانئ بعد قرار إعادة تشكيله وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لتطوير منظومة إدارة الموانئ المصرية موضحا أن ذلك يتوافق مع مهم المجلس الأعلى للموانئ كما يأتي تنفيذا لتكلفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل على رفع كفاءة وتطوير الموانئ المصرية إلى جانب إنشاء موانئ جديدة